بقصر النخيل استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايدالينهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي رئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وطلع سموه على آخر المستجدات في مشروع محطات براكة للطاقة النووية إلى جانب سير الأعمال ونسب الإنجاز وآخر تطورات الأعمال في البرنامج النووي السلمي الإماراتي فضلا عن آخر الإنجازات في الاستثمار بالعنصر البشري وبناء القدرات والكفاءات والتي تمثلت بحصول 22 إماراتيا من أصل 53 من مشغلي المفاعلات على رخصة تشغيل المفاعلات والتي تعد مطلبا أساسيا للحصول على الرخصة التشغيلية للمحطات الأربع في براكة